السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او تشجيل بها في احد المواقع التي تبحث عن اه يعني موظفين او ما الى ذلك على بركة الله انطلق معكم في البحث عن هذا التطبيق التطبيق يدعى غوثيم غوثيم برو هذا هو التطبيق ساضغط عليه هكذا كما ترون يقول لك قم باختيار لغة واعتذر مرة اخرى على عدم استخدام قارئ شاشة لاني ليست لي ليست لدي المعدات لاستخدام قارئ شاشة لاخواني المكفوفي لكنني اقرأ لكم بالتفصيل يطلب منك التشجيل او عفوا تغيير اللغة هنا يحدد لك الانجليزية والعربية وبقي اللغات او مرسز اذا ساضغط على العربية هكذا كما ترون هنا يطلب منك بعض الترخيصات تعطيه اوتوريزي سماح على حسب اختياركم انا اخترت اللغة العربية والتطبيق بالعربية اسمه محرر السيرة الداتية يعني اذا اردتم تحرير سيرتكم الداتية يمكنكم استخدام هذا التطبيق كما انه يعرض لك اه مواقع من مختلف البلدان العربية والتطبيق هو عربي مئة بالمئة هنا وظائف بيت اذا ضغطت على وظائف بيت تجد يعني مواقع مقتراحة تستطيع القراءة عنها والتشجيل فيها وما الى ذلك لم اضطق لم ادقق صراحة ولم احصل على فكرة عامة او شاملة بالنسبة الى التطبيق كل ما اعلم عن انه تطبيق رائع وتستطيع من خلاله تشجيل سيرتك الداتية وكذلك التشجيل في الوظيفة التي تناسبك مواقع التوضيف قم بانشاء سيرتك الداتية وبطاقة العمل اذا في الاسفل تجد عمل سيرة داتية يعني زر زر عمل سيرة داتية وفي الاسفل كذلك تجد هنا اذا عافوا هنا يطلب منك الشورة الشخصية تحميل الصورة الشخصية الخاصة بك كذلك هنا فعب يعني وضعها في المفضلة اذا هنا قائمة جانبية سأضغط عليها هنا محرر السيرة الداتية في الاسفل مواقع تضيف وظائف بيت هنا لغة التطبيق اذا اردتم تغيير لغة التطبيق هنا الدعم الفني برامجهم مشاركة التطبيق تقييم التطبيق هو موجود على متجر جوجل بلاي ستور حول التطبيق هذا كل ما في الامر اذا سنحاول التعرف على وضائف بيت مثلا سأضغط عليها هكذا اذا الامارات العربية المتحدة هو المحدد هنا ليس دي غولونغ اذا ضغطت عليها تقوم باختيار الدولة المناسبة لك نافذة منضفقة هنا ديت هنا السعودية نافذة قطر البحرين مثلا اهه الوردن الكويت لبنان المغرب المغرب مثلا اقوم باختيار المغرب حتى افهم اكثر اذا سارى ما هما المواقع التي لهم علاقة بالوظائف البيتية بالنسبة الى المغرب اه وقد اتاني بموقع اه له علاقة بالدار البيضاء ولا والله لا ادري يتكلم بالانجليزية وهنا يطلب من اذا اردت مشاركة الموقع والتكليون مهون la direktion general اذا اردت مثلا الاطلاع على هذا الموقع تفتحه في جوجل كروم بضغطتين اذا اردت مثلا وتتطلع على متطلبات الموقع ها هو الموقع قد فتح معنا الموقع إذن كما ترى مركو لوغين إذا أردت التشجيل معهم ووضع المعلومات التي تهمك حتى تتعرف كما ترون هنا لا أستطيع ترجمة الموقع سأترك لكم التجربة إذن هذا بالنسبة إلى يعني الوظائف البيتية هنا هنا وظائف بيت هنا هنا مواقع التوظيف سأقوم التنقل إلى أعلى هنا يقترح عليك المواقع ويطلب منك فتحها إذا أردت فتح إحدى المواقع هنا واتطلع على يعني أصنافها ووظائفها وما إلى ذلك وفي الأسفل هنا عمل سيرة ذاتية مثلا هنا هنا يطلب منك المعلومات الشخصية لعمل سيرة ذاتية هنا يطلب منك هنا الاسم ديلك الكامل يونت بروين مثلا وهنا الشطورة الشخصية الهوية المهارة الشخصية اللغات التي تتقنها الخبرات التي تجدها الدورة التدريبية التي حصلت عليها ما هي المؤهلات العلمية التي تحصل عليها المعلومات الشخصية تضغط على المعلومات الشخصية الزر الموجود في الأعلى هكذا ويطلب منك وضع المعلومات الخاصة بك مثلا ها هي يمكنك الكتابة أنا لم أكتب شيء سأترك لكم التجربة هنا يطلب منك اسمك الكامل تضغط على التالي يطلب منك كل المعلومات وبعد ذلك تقوم بإنشاء سيراتك الذاتية صديقي صديقتي سأرأ إذا كان بإمكاني لا أستطيع تغيير لغة لا أدري لماذا هيا يونس يو يونس مثلا يونس 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 هكذا. وتضغط على التالي. هكذا. لا ادري لماذا لا يضغط. تضغط على المعلومات الشخصية هكذا. كذلك مرة اخرى تقوم باملاء يعني الامور خاصة بك. وهذا هو التطبيق صراحة رائع. اترك لكم اكتشافه. واذا كان هناك خطأ في الشرح او يعني عدم فهم الامور. لا تنسونا فقط من التعليقات. وترك يعني. فول نام. فول نام. يعني يطلب كتابتنا فول نام يعني يمكن ربما الاسم مرة اخرى والله لا ادري. لاني اشجل بالعرض. يعني اصور الشاشة بالعرض. واجد ثعوبة في قراءة العناثر. هذا هو الكائن. اترك لكم يعني اكتشاف تطبيق مرة اخرى. وعلى امل اللقاء بكم. في اه شرح قادم ان شاء الله استودعكم الله. الذي لا تضيع ودائعه. ودائعه عفوا. وتقبلوا تحياتي. تحيات احمد خلوق. وتحيات مهدي مدواني. اختكم امل عبدالربي يونس بروين. اذا كانت هناك اه تعليقات اه انتقادات اقتراحات تعقيبات اه يعني اقتراحات مرحبا بكم. وكذلك لا تنسوا ان تتركوا لنا يعني رأيكم في اه في التطبيقات القادمة التي تريدون ان نشرحها لكم. الشروحات التي تعجبكم. الافكار التي تحبونها. فقط اذا كنتم تريدون ان ننوع في المحتوى. فاهلا وسهلا. فنحن اه كل ادان صغي لكم. فبكم يستمر النجاح ومن دونكم تغلق القناة بدون زيادة ونقصا. اذا تحياتي واحتراماتي لجميع. الافكار